ايه بقى حكاية مصطفى زيكو؟ موهي بقى حلوة دي تهنى حرس الحدود أو دهنى فريق حرس الحدود الموسم دوت واستفدنا بيه كمان مع منتخب مصر وانضمام لمنتخب مصر موهي بقى حلوة ايه حكايته؟ بصو مصطفى زيكو معانا من 3 سنين مصطفى زيكو كان بيلعب في جمهورية شبين كنت انا كان الكابتن حليم وانا مسكين الفرقة شفناه بيلعب كان بيلعب وفي مجموعة القاهرة لفت مظهرنا طبعا لو كان تقريبا نجم الفرقة في التوقيت ده واتف شبين فكلمنا مع مجلس دارة النادي فاشترواه بمبلغ معقول يعني مناسب بالنسبة لقدرات النادي لعب معانا اول سنة اللي هي بتاع اللي هو احنا كنا احنا وفارقه صعد فارقه صعد بفرر الهداف وكان معانا تاني سنة اللي هي السنة اللي فات اللي احنا وكان هو حتى جاب لي جون الصعود الحمد لله في اخر الدور يعني في مطشة اللومبي هو لعب كويس جدا وعنده قدرات كويسة جدا وكنا متنبئين كلنا لستايله في اللعب لشكله في اللعب لشخصيته وده مهم حط تحت شخصيته دي خطوط كتير جدا لان اللعب مهم جدا لابعنده شخصية هو عنده شخصية 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 قوية وشخصية كويسة كنت مفاجأ بالنسبة لك ان هو ينضم المنتخب مصر لا ما اتفاجأتش كنت متوقع ممكن مش بالسرعة دي لازم اكون دقيق برضو او صادق معك مش بالسرعة دي كنت متوقع انه يبقى عليه كلام كنت متوقع انه ممكن بعد دور بعد مثلا دوره شوية يبقى مرشح لمنتخب مصر مش بعد 3 او 4 مطشاط كنت بسرعة منحظه انه كان لسه قوام ب ممكن رجل مدير فن جديد كل الكلام ده كله ده منحظه لكن هو يستاهل انه يبقى متواجد في منتخب مصر مصطفى زيكو هيكمل مأحرس حدود الموسم ولا توقع انه ممكن يتحرك في يناير والله هو في عروض لكن انا لو ما عنديش معلومة دقيقة دي معلومة ادارة انا نفهم اه الكلام ده بيرجع لمجلس الادارة طبعا مع التشاور معاك عش كاس لك تتوقع هيكمل معاك لنهاية الموسم كل حاجة بالنسبة لنا كل حاجة في القرى وردة بالنسبة لنا كل حاجة في القرى وردة و اظن ان فيه كمان اربع او خمس لعيبة انا متأكد ان شاء الله انه على اخر الموسم هيظهروا بشكل جواس جدا في الفرق لعبها مرة صغيرة انا عايز اقولك ان فيه لعبة مولد ستة وتسعين وسبعة وتسعين وتمانية وتسعين والفين واحد بيلعبوا معنا اساسيين في الفرقة كابتن ايوب ادام فرصة بشكل كويس ام اه لعجوا معايا الموسم اللي فات لكن طبعا برضو اللعب في الدرجة دي غير اللعب في الدرجة العروض اللي المصطفى تزيكو دي عروض اهلي وزمالك ولا عروض من بره هو يعني لا يعني اهلي وزمالك اظن من بعيد يعني مش حاجة رسمي لكن اظن ان فيه نادي او اتنين اظن نتكلم بشكل رسمي مع مجلس الادارة اظن يعني بس مش اهلي وزمالك لا يعني المعلومة اللي عندي لا عشان برضو اكون اكتر ضدقة يعني عظيم للمعلومة اللي عندي لا لكن فيه ممكن جاء الصناب انا ممكن تلاقي برامج زي خش يعرض رسمي فيوتشار ممكن يعرض رسمي لكن ممكن من وكلة ممكن من كده الناس بتجي الصناب لكن فيه جاي العروض اجاي العروض الادارة هتبس في الموضوع طبعا مع كابتن ايوب احتياجنا ايه للموضوع للفترة اللي جاية وطبعا في الاخر القرارة هيبقى مجلس الادارة